موسيقى بسرعة بمكان جيش بزاف ولكن عزيز إليا الستيل دي الأغاني اللي تعرفنا احنا مش حالة ديف وجدا فينا دور في الشرق كامل يعني بالرقادة اللي كيموت عليها كل مغربي من من الشرق الجانوب في مكنتي في المغرب وغبار بره المغرب معروفة رقادة معروفة إيقاعات ديال الشرق زوينة بزاف كذلك معروفة الظروف النس ديال الشرق مضيافين بزاف وكورة ماء وضريفين إن شاء الله غادي تكون أغنية إقاع رقادة وكانت غادي تطرح تصورات وتسجلات شحال هدي كانت غادي تطرح في هذه اليامات يعني قبل شي جو سيمات أو ثلاثة ولكن جات ظروف خاصة مدير أعمالي وتأجلت واحد شوية فدابا ما بقاوان إن شاء الله شي ما تقلالين وغادي يخرج الجديد إن شاء الله طبعا أكيد أنا شحال هدي قلت أنا أنا بغا ندير أغنية بالريفية ما بغيتش نتطفل وما نتقنش الحاجة كي أجبني منين نقدمش حاجة نقدمها وأنا تقنها يعني كي يقول لك منين تبغي تقدم شي حاجة ضرورية تكون تقنها إلا ما كتيش تقنها غير بعد عليها وكان وعد الناس إن شاء الله بأغنية ريفية وعليش لا تكون كاملة ريفية ما كراتش كين عندي علاقات أكيد عندي علاقات مع فنانات من هنايا ومشيغي فنانات يعني عندي صحابي من هنايا عندي بزاف جينات كنعرف من منظمين من منصيقين وكنكتسب بصداقات وحتى في الضومان يعني حتى من المجال الفني بنتي أنا كنجي نحط صورة نوية كنقول لك صديقي يعني مشي ضروري غا تكون راك صديق لإن اللي أنا بغي نوضح واحد الحاجة اللي بغتي توصل لها أنا نقولها الكدابة بلا لغات الخشب الصداقة هي عبارة عن مواقف وليس المدة وليس الصور مشي هم واحد كي كتب زميلي صديقي هادي 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 بعد مدة كتكتشف ان واحد الشخص مشي سوى اي فنان يعني ما كان هندرش عليه بالضبط اي فنان من اللي كتكتب زميلي ولا هذا المدة اللي كتبيلك واش هدي كلك الكلمة صحيحة ولا غالطة تهنيتي مكينش خلاف شوف مكينش خلاف أنا كنقولك مكينش خلاف بالعكس انا كنظن انه مكينش جل يعني الناس كيقولك يكرهك ولك تكرهي بالعكس انا ما كنعافش حاجة سميتها الكرة علش الله احنا زملاء في الفن وانا كنحتارمو بادر خويا وكنتمنى لي كل خير ما عندي مشكل معا انا ما عندي مشكل معا اشي حد على فكرة ربي نعمني بواحد نعمة اللي قلبي بياض وصافي ما كل شي وكل شي الناس اللي قرابي ليك يعرفوا شي ما نشكر ليك فراسي الحمدول الله والله ما كنحسد شي واحد اقصيم بي الله ما كنحسد شي واحد ولا كان غير من شي حد وكنتمنى الخير علاش حي تربيه كيقولك مني كنتمنى الخير لغيرك كيجيك هذاك الخير إلا تمنيتي شر لوحد آخر غايجيلك وإلا تمنيتي الخير اللي إلا الوحد آخر غايجيلك فأي حاجة تمنيتيها للناس غايجيلك كن أكيد أنها غايجيلك باش ننلخصوا هذا الموضوع كامل والله مكين خلافوا وكنتمنى لي الخير اللي يوفقوا والفنانين كاملين زملائي في الفن كانت منهم غير خير وما كينش خلاف ما كان ضنش ما عرفش وكين الفتنة يعني الفتنة كينة بالحق ما عرفتش شنو هو السبب الرئيسي ديال اللي كيتسمى أنه كين خلاف يمكن يمكن اللي كي بغيوا يدروا الفتنة حيث مادم كيخرج الفنان وكيصرح أنه ما عنديش خلاف وكيقول لها الفنان أو الشخص اللي يوفقه والله يسهل عليه بكامل صفاء ونية صافية ما كان ضنش أنه زملائي اللي يزيدوا يكملوا في الفتنة ما عرفش ش صراحة والله ما عرفت في كلمة زعماء وما نقدرش نقول نازل ناظر في كلمة نازل ناظر اللي جيت نقوله النهائة دا غان نبدح بزافة ما نساليش هم قوغاسين هنا لأنه كان فرح بزاف بتعاملهم بالأدب اللي فيهم وأكيد في مكان مشي يعني في المغرب كامل ونس ديال الشرق عندهم واحد المعاملة خاصة يعني وكتعجبني اللكنة ديال الشرق كتعجبني بزاف ودرجات كنت كان هضر مع واحد صديقة ديالي هنا وكنتحاول نتعلم منها كيفاش كت مشي ريفية تعلم شو يدري فيها ولكن تعلم تحت ذاك الطريقة كيفاش كتنطق الكلمة يعني حلوة بزاف لا والفنان هو الفنان يحمل رسالة حب وسلام يعني الفنان ما نظن ش أنه خاص يدخل في السياسة السياسة عندهم ما لها الفنان الرسالة اللي كي يحمل هي مواضيع في الأغاني ديالو كي يطرحها باش يكون السلام الحب بزاف ديال حاجات كنترحوها ما كنقدروش صراحة ندخلو في السياسة لأن السياسة عندهم ما لها كنت كنفضلا لني ما ندخلش في السياسة لأنها ما كأماك سياسة بعيدة كل البعد يعني أهم حاجة أن السياسة أنا كافنانا وكابتيسة بتيسكاتس هي يعم علينا السلم والأمان ويخلي لنا سيدنا وإن شاء الله نبقى دائما مستقرين هذا الشي اللي كاين يعني أنا ما بغلش ندخل بزاف سياسة حيث ما كنفهمش صراحة بزاف سياسة السياسة كيما كتلك هي يكون الحب والسلام والطمئنان والسيخطوة السياسة ديالسوشيال ميديا خاصة تكون تنقص شوية الفيتنا ونكونوا كنحبوا بعضياتنا وسيخطوك إحنا كمغاربة نشجعوا بعضياتنا ونطلعوا بعضياتنا كيما كيدروا في بولدان واحدة آخرين شوف أنا بنسباليا كفنانا كنبغي الصورة ديالبلادي تكون زوينة بره يعني الحاجة اللي كنشوفها مضرة بالبلاد أنا لولا كنقطعها والجمهور شاهد على هذا الشيء سحتف في الإنستغرام شايفين أنني كنكون مع ولاد الشعب في الحاجة اللي كتضر ولاد الشعب وكتضر المغرب وكتضر نحن كمواطنين حيث الفنان راتا ومواطن فنان را إنسان ومواطن يعني عنده حق بحل كل مواطنين مقاطعة ديال المهرجانات كنظن أنه مشي ضروري لأنه كتحطي صورة التقافة في بلادنا الفن والتقافة محتاجين وتهوى يعني إلا جينا ندخلوا في السياسة ديال علش مهرجانات علش مكينش را ما يعني كنظن أنه كيساعد في السياحة فما كنظنش كيضن كيدر البلاد صراحة الحمد للإلا أنا كنشوف كين جمهور كتير دست مؤخرا في منصة ديال المديق الحمد للإلا كان جمهور كبير بزاف وشفت الحب ديالهم في الناس ديال الشمال حبهم مغريب ويشرح القلب يعني يشرح الصدر كما كنقوله وكنظن أنه يعني الناس اللي عارفين أن الصورة البلاد هي المهرجانات هي التقافة ديالنا هي الفن ديالنا كنظن أنهم يشجعوا باش حتى السياحة تكون عندنا في البلاد وما تنقصش تحية كبيرة لمتابعين موقع ناظر سيتي وتحية الناس الشرق تحية الناس كاملين في مكانه في المغرب وخارج المغرب وكنقول لهم كنبغيكم بزاف وبتشجيعكم وبالحب ديالكم أنا نزيد القدم إن شاء الله وتحية لتيسكاتين في مكانه معكم بتيسام تيسكات اشتركوا في القناة